السعودية تشد الأنظار فما بالكم أن يكون هذا في نصف نهائي دور أبطال العرب في نصف نهائي كاس الملك سلمان النسخة الأكثر استثنائية والنسخة الأكثر تغطية إعلامية عالمية والنسخة التي سينان بطلها ستة ملايين دولار هذه لا شك بأشوكة في الحلق وبالذات الهلال في أيام النقبة الآن الكرة إلى الصدور في حوال والكرة في أحضان الفويلار وبانيقة الآن محاولة والكرة بتصل على طول إلى ميشيل الإعصار يتوقف عند أستقرح الثاني كرة إلى بانيقة يحاول كرة بالخطأ كرصة هلالية مهلكم يسدد كرة هي الكرة تذهب إلى الأقصى الجهة اليومنا ميشيل ينجح بالمرور ولا قرار للمحام وميشيل وحيث سفت ورسياته الرسية الله محمد إبراهيم كان يعلنها أنا هنا يبتسم في وجه النصر الزعيم يبتسم في وجه النصر يا عرب السبت اقترب حيث دير في الغضب سيكون حاضراً يوم السابق هكذا أعلنها محمد إبراهيم كان إذا ارتقى وضرب بالرأس وهزق شباكة كم للمرة الأولى في البطولة الله على الكرة العالية الرائعة من روبين والله على الارتقاء من كنو حيث يرتفي ويضرب بالرأس ويعلن به لقب الدوري من ضرب حرة أمام الشباب أن ينسى الآل الجوعي الذي بدأ هلالياً وأيام الجوعي الذي تقدم هنا أمام كان هلالياً كان هلالياً وبدأ في الهلال يكسب الآن خطأ خارج الصندوق نعم روبين نيفز ويكون حبيب الوطيان يجهز إيفر بانيقة الآن 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 وحليع الأولى وبهذه الصورة وبهذه اللقطة أمام إيفر بانيقة بهذا الفاول تصل من جديد ما زالك إلى ياسر الشهراني يحول كرة الكرة الشباب يلعب بروح بقتال بإسمه بلمسه بكرة تنحب 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 وتنحب ومن المحبب إكويلار قد قطعت الكرة أمامك من المحبب تمريرك ما فيها رايق لا لم ترفع مع رايق قد رفعت الأحلام في الجانب الأيمن فوال صدور وحبيب الوطيق والإيفر يرسل من يقابل عدت من حسين وصلت لحسين آخر لكنه الصبياني الله على الصبياني الله على المرور والتقدم والعرضية الدفاع والوسط والهجوم إيفر يرسل كرة الكرة وهذا آخر من كرة بانيقة ثم فوال لكن حبيب الوطيق كرة بتوصل على طول تتحول وتتحضر الله وعلى هذا النغم الهلاب فعلا يلعب يلعب الهلال يلعب الهلال يلعب الهلال الله الله يلعب يا هلال جمهورك وراء كل الملعب كل الليلة ليه الله 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 على نغم القوة السرقاء كان الهلال في عشر أواقل يضرب يضرب القوة السرقاء القوة السرقاء تضرب أرضا ومدرجا الله خيال يا عالم خيال خيال يا عالم خيال هذا هو الهلال هذا هو الهلال خيال خيال يا عالم خيال هو في الظروب وفي أحلك الظروب دائما ما يظهر ويضرب ويتجلب الله على كرة السعود الله على تحضير سابت ثم مالكم مالكم يسجل ثاني أحدا باتجاه ميشيل خطفها خطفها وتقدم انتظر وتحرك سالم العال سالم يضرب بالثالب قد يضرب يضرب ما ركبت على ميشيل قوته لكن يترك مكانه حيث إيفربانيقا يقف فيه ويسدد الكرة مرت سليمة على مرمى الوطيان أفياك والتصعيد للفريق الأول في 2012 الآن الكرة توصل لمصلحة الجوعي يرسل كرة نجاح لسعود في إحباط محاولة تلك الإصابة ياسر الشهران إيفربانيقا يرسل كرة على طول بالرأس نجاح من كنؤهو إنه كويلار إنه كويلار إذا أردت الإطاحة بالشباب عليكم تجاوز كويلار أولا كويلار يجتاز الجميع بصارو لا يرد ولا يصد وقفت دفاع الأزرق وحبيب الوطيان لتكون في الشباك هدف جميل هدف راية وكويلار أحدهما سيسدد بانيقا أقرب بانيقا اعتلت العارضة تنفس الزرق السعداء أماما مساندا للمجموعة في هذه الظروف الله على المجموعة المجموعة تمتلك حبيب الوطيان بعد العرض الرائع لأحمد عبدو في هذه اللحظات سين القحطاني لمسة أكثر من رائعة في ولمسة على طول لكل وبالك وتغفية سريعة قد حضرت في هذه اللحظات إيفر لمسة أبا كانت كراتك يا أحمد عبدو الاستقبال الرائع والتنفيذ الذي اقترب من النجاح لو كصلحته متعب الحربي كان مصاب ويدخل هذه رغم العلم رغم ضعف الدعم بالنسبة له لكنه يقاتل والكرة في النهاية تقول إلى الخارج شباب شوق الثاني يا جيسوس كرة من جديد للجهة اليسرق كولي بالي هذا الجمهور الآن هو يتقدم والوطيان ينقذ الموفات عدد ولكن كولي بالي الصخرة الصينغالية يكسب خطأ ويمنح بطاقة صفراء على حسام على الشباب ويتقدم للتسجيل الكرة بتبعد من أمام هجوم الأزرق من جديد ليلال فوز تاريخي الآن الآن سالم سالم يظهر يظهر الحمداء الهلال يعلنها دير بالكرة العربية السبت المنتظر الهلال يرفع العلامة ويبتسم في وجه النصر يا عرب إلى دير بالغضب أكد ستيفن جيرا مدري الفني للإتفاق السعودي وأسطوات ليبربول أنه رفض التوقيع مع محمد صلاح النجمي ليبربول وقال ستيفن جيرا في تصريحه لناقل موقع ليبربول إيكو الإنجليزي سألوه عن رأيي في ضم صلاح للإتفاق هو لاعب مفضل وأنا أحب ليبربول ولهذا أريد أن يستمر هناك ثم أضاف عندما يفوز بنزيد من البطولات الدوري والدوري أبطال مع ليبربول ربما سوف أنظروا في هذا الأمر وكان الكنوبي رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قد حسم جدا حول إمكانية راحل النجم المصري إلى الدور السعودي خلال الفترة انتقالية الصيفية الحالية وكتب رامي عباس أمس الاثنين عبر حسابي على تويتر إن كنا نفكر مغادرة ليبربول هذا العام فلن نكون لقد جددنا عقد في الصيف الماضي صلاح لا زال ملتزما مع ليبربول كانت تقارير سعودية قد أكد خلال ساعة الماضية أن نادي اتحاد جدا دخل في مفاوضات جدا مع صلاح لضمه هذا الصيف وعزمت الصحيفة أن اتحاد عرض على صلاح 180 مليون يورو لمدة موسم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة